ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عنده مزق في الخلفية مزق مش كبير في الخلفية هيعمل أشياء بكرة عشان يتأكدوا من حجم التطورات اللي جالنا من الأهلي إنه بنسبة كبيرة مش هيلحق مباراة نهائي الكأس أمام الزمالك يوم 8 مارس اللي جاي في رأيي أنا بقى أنا أتاكي المعلومة إنه غالبا مش هيلحق رأيي أنا مش هيلحق مش غالبا مزق يبقى مش هيلحق مباراة كمان عشر تيام مزق دي على أقل هيخد له مثلا تلت أسابيع شهر تصور يعني بحسب اللي إحنا عارفينه أنا مش دكتور بس بالنسبة على الأقبال لما لقى بيجي له مزق من الدرجة الأولى ولا الدرجة التانية مش عارف بيها على أقل تلت أسابيع شهر فهيبقى موقفه صعب جدا إنه يلحق بيه المباراة علشان كده كابتن سامي أمصان راح ليه مارس الكولر وقال له بنرجع بقى محمود متولد التدريبات مارس الكولر كان كده كده مطلع محمود متولد تماما تماما من حسابته لدرجة إنه اللاعب كان بيكتفي ببعض التقائلات وبعض التدريبات المنفردة وكان بيتأهم من إصابات مختلفة فكان بقى كان برح حسابات خالص فالكابتن سامي أمصان قال لي مارس الكولر وقته بقى لازم يخش معنا التدريبات الجامعية عشان دلوقتي ما بقاش فيه غير رامي ربيعة ومحمد عبد المنام وبالتالي لازم محمود متولي يبقى موجود وافق على ده مارس الكولر ووافق إنه محمود متولي يبدأ ينزل التدريبات الجامعية مع الفريق دي حكاية حكاية أليو ديانج عنده مشكلة في الرجبة فيه إصابة ما في الرجبة والنادي الأهلي قال إنه محتاج فيها تأهيل يعني مش عملية جراحية بيعملوا إشعاعات كتيرة وحاجات كتيرة بس الرؤية بالنسبة للإصابة مش واضحة الأهلي قرر إنه يطلع تأشيرة سفر لأليو ديانج إلى النمسا عشان اللاعب يسافر للنمسا ويبدأ يتعمل عليه فحصات جديدة هل هو فعلا محتاج بعض الإجراءات التبية فقط ولا محتاج عملية جراحية ده اللي هيعرفوه لما قاله ديانج يسافر إلى النمسا إن شاء الله خلال أيام جهكاية